السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبنائي وبناتي طلبة الصف الثاني السانوي العام أهلا بكم مع حلقة جديدة وحلقات برنامج مدرسة على الهواء واللغة العربية هذه الحلقة سوف أخصصها بمشيئة الله في فرع جديد لم نتطرق إليه في هذا العام بعد ألا وهو القراءة المتحررة بالفعل في الحلقات السابقة تحدثنا عن النحو وفي النحو تناولنا أساسيات النحو وقلت من باب التغيير في هذه الحلقة أخصصها للقراءة المتحررة هذه الحلقة لجميع أبنائنا وبناتنا في المرحلة الثانوية بصفة عامة ولطلبة الصف الثاني السانوي بصفة خاصة طبعا القراءة المتحررة زي ما تعودنا عليها في الصف الأول السنة ونتعرفين النظام بتجيلك قطعة جديدة عليك ربما لم تتعرض لها من قبل الإجابة بتكون اختيار من متعدد بتكون استنتاج بتكون تدليل دلل من القطعة هي بتحتاج مننا إلى تركيز أثناء القراءة فهم المادة المقروعة جيدا وبالتالي بنمي عند الطلبة والطالبات مهارة القراءة الصامطة السريعة الفاهمة ما هو فيه واحد بيرى بس مش هيفهم لا أنا عايزه يقرأ بسرعة ويقدر يستوعب ويفهم ما يقرأ إبا إذن فهم النص المقروء والإجابة عليه هذه المهارة التي نريد تنميتها في هذه الحلقة وفي غيرها من الحلقات إن شاء الله على مدار العام قبل أن نشرع في الدخول في حلقة اليوم في القراءة المتحررة نعود إلى الوراء في الحلقة الماضية كنت قد طرحت سؤالا في النحو وطلبت من أبنائي وبنات الطلبة الإجابة على هذا التساؤل بالفعل أجابة على التساؤل مجموعة كبيرة من الطلبة والطالبات ولكن كما وعدت سأختار أسرع عشر إجابات وأشكر هذه الأسماء أنا بشكر جميع أبنائنا وبناتنا من الطلبة والطالبات لما أجابوا سواء حتى لو أخطأهم إحنا لابد أن نخطئ كي نتعلم الصواب بشكر الناس اللي أجابت إجابة صحيحة من هؤلاء الطلبة هشام حاتم من الشرقية منات الله أسامة من الشرقية أيضا إمان محمود زينب عبد الحميد من أسوان نوها كرم عبد الفضيل من الجيزة جهاد حسين من الفيوم منات الله رضا محمد من الأليوبية كرولس فهم من الدقاهلية صفية مجد عمر الجيزة هناء جبريل سهاج نرهان إبراهيم المينيا سلمة محمود عيسى الشرقية سمية سعد عباس ده مدارس المصاري المصري في الرياض يعني طلبة جديدة يعني في كل التخصصات وفي كل محاصرات مصر بتابعونا والحمد الله في الرياض في السعودية أيضا الناس بتتابع معنا أيضا أحمد أيمن القاهرة نادة محمود عشر من دمياط إبراهيم أحمد من بور سعيد بكرر شكري لكل من أجاب عن سؤال الحلقة السابقة هأعرض عليكم السؤال الحلقة السابقة وأعرض الإجابة الصواب السؤال الحلقة السابقة كان بيقول إيه كلا الرأيين صواب كلا الرأيين صواب طيب إذا جعلنا المضاف توكيدا في الجملة السابقة تكون الجملة الصواب هي يريد معنا نعرض السؤال بتاع الحلقة السابقة معنا المخرجة تفضل يعرض معنا السؤال السؤال كان بيقول كلا الرأيين صواب كان عندنا اختيار متعدد الف الرأيين كلاهما صواب الرأيين كلاهما صواب الرأيين كلاهما صوابان الرأيين كلاهما صوابان طبعا الاجابة رقم الف اجابة خطأ لان كلمة الرأيين اللي يابد ان تكون مرفوعة مبتدأ مرفوع طيب يبقى اذا الرقم با واحد يقول رقم با الاجابة الصحيحة اقول له طب لو قلت الرأيين كلاهما صواب ينفع احزف كلاهما وأقول الرأيان صواب ما تنفعش إذن بالتالي رقم باء ما تنفعش رقم جيم هي الإجابة الصواب الرأيان كلا هما صوابان أما رقم باء ما تنفعش ليه لأن الرأيان مبتدأ أول مرفوع بالألف كلا مبتدأ ثاني مرفوع بالألف لأنه منحق بعرب المسنة وتبقى صواب خبر المتدأ الثاني إذن الإجابة الصواب رقم جيم فأنا بشكر كل الطلبة لما أجابوا عن سؤال الحلقة السابقة إذن ندخل إذن أو نعود من الحلقة الماضية إلى حلقة اليوم والقراءة المتحررة طبعا القراءة المتحررة تاني بأكد قبل أن ندخل في القراءة المتحررة بطلب من أبنائنا بناتنا التركيز في أثناء القراءة طيب تعالوا أنا قطعة كده مع بعض ونشوف نقدر نفهمها ونحط عليها أسئلة التي يجي إزاي المقال بيقول يمثل مرض السكري من النوع الثاني عبءا هائلا ومتزايدا لكل من المرضى ونظام الرعاية الصحية ويحاول الباحثون إيجاد استراتيجيات علاجية جديدة ومؤخرا حدد فريق علمي نوعا من أنواع إنزيمات الكبد الذي يتحكم في مستويات السكر في الدم ويكافح مقاومة الأنسلين عند إعطائه لفئران مصابة بداء السكري تشير نتائجهم إلى أن دعم نشاط هذا الإنزيم المسمى سموك ون يمكن أن يقدم علاجا لمرضى السكري والسمنة وأمراض التمثيل الغزائي الأخرى كده فهمنا الفقرة الأولى أو الفقرتين قدامنا دلوقتي هنشوف الفقرة اللي بعدها بتقول إيه ويؤثر مرض السكري من النوع الثاني على أكثر من أربعمائة مليون شخص ويتسبب في وفاة ما يقدر بنحو مليون وستمائة ألف شخص في جميع أنحاء العالم سنويا وفق إحصائية لمنظمة الصحة العالمية صدرت في عام 2016 اكتشف باحث السكري مؤخرا العلاقة بين مرض السكري والتغيرات في الكبد أو الإنزيمات التي يفرزها الكبد والتي تتحكم في عمليات الأساسية في عملية التمثيل الغزائي الفقرة اللي بعدها ومع ذلك لن يكن معروفا على وجه الدقة الكيفية التي تتحكم من خلالها مزيئات الكبد المختلفة في عملية التمثيل الغزائي وكذلك ما إذا كانت هذه الإنزيمات يمكن أن تكون أهدافا مناسبة للأدوية الجديدة من خلال دراسة عينات الأنسجة وخلايا كبد الفقر اكتشف الباحثون في تلك الدراسة أن المستويات المرتفعة من السكر في الدم عززت إفراز الكبد لذلك الإنزيم والذي كان ضروريا للتحكم في نسبة السكر عند الفئران السليمة احنا كده بنقرأ وبنفهم المفترض أن احنا بنركز شوي نشوف بقى الفقرة اللي هي الأخيرة وقال الباحثون إن حقن فئران التجارب بذلك الإنزيم عزز من حساسيتها للأنسلين كما مكن الفئران المصابة بمرض السكري من السيطرة على نسبة السكر في الدم دون آثار جانبية شديدة ويأمل الباحثون أن يسهم اكتشاف وظيفة ذلك الإنزيم في تصميم أدوية تساعد في التغلب على مرض السكري من النوع الثاني هذه الفقرة أو هذا هو المقال أو هذه القطعة قطعة القراءة المتحررة قطعة القراءة معلوماتية أول سؤال ممكن يجيلي معنى كلمة ممكن يجيلي عليه عن ضع عنوان أنا وضعت بعض الأسئلة عايزة شوف كده مثلا لو حبيت أحط عنوان للأسئلة أو للمقال اللي احنا قرناه من شوية العنوان الأنسب للمقال السابق هل يصلح إن أنا أقول دور الفئران في نجاح التجارب إحنا فعلا أشرنا إلى إن فيه فئران بتستعمل كتجارب نحطها من ده بعض الأدوية أم رقم باء كثرة الإنزيمات التي يفرزها الكبد بالفعل إحنا تكلمنا عن إنزيمات الكبد بيفرزها رقم جيم ترقب وأمل في علاج مرض السكري هل يصلح ده يكون العنوان الأنسب أم كثرة الوفيات بسبب مرض السكري طبعا فيه برضو كثرة وفيات يجي الطالب يقول لي إحنا كده احترنا إحنا قلت لنا مثلا ضع عنوان أنسب للفقرة وفي نفس الوقت جبت لي كل عنوان يصلح موجود أنا عايز العنوان الأنسب اللي هو يشمل كل حاجة أنا لو قلت دور الفئران هو مش جاهد للمقال هنا عشان يقول لي تحدث عن دور الفئران كتجارب بس تعملها ما ينفعش ولا بيتكلم عن الكبد وإنزيمات الكبد ولكن الهدف من المقال أساسا اللي هو أن فيه أمل فيه تجارب معملية بالفعل شبه ناجحة وهذا الأمل بينتظر الكثير من مرض السكري إذا الإجابة الصواب هتكون رقم جيم ترقب وأمل في علاج مرض السكري طيب عايزين شو بقى السؤال الثاني برضو يقول لي تخير مما يلي المراد بكلمة عزازة في سياق الفقرة السابقة يطرى كلمة عزازة بمعنى مكانة أم جددة أم عددة أم قوة طبعا واحد يقول لي أنا لازم أشوف القطعة عشان أقدر أقول كلمة عزازة معناها إيه عزازة تنفع مكانة أم جددة أم عددة أم قوة لازم أشوف الفقرة بتقول إيه الأول طبعا الفقرة لو شفناها هنعرف إن هي هتكون قوة عزازة هنا بمعنى قوة طيب استنتج العلاقة بين مرض السكري والكبد برضو العلاقة بين مرض السكري والكبد هذه العلاقة بتؤكد على أن إصابة الكبد بمرض السكري أو أصحاب هذا المرض ممن أصيبوا بالسكري يتعرضون لبعض التغيرات التي تحدث في الكبد نتيجة توقف بعض الإنزيمات وده لو إحنا شفناه في الخلال القطعة الموجودة قدامنا هنقدر نستنتج إن بالفعل في تغيرات بتحدث في الإنزيمات التي يفرزها الكبد وبتؤثر على العمليات الأساسية التي من المفترض أن يقوم بها الكبد في عملية تمثيل الغزاء طيب ده كنا ممكن نقول الإجابة النموذجية يؤثر على بعض العمليات الحيوية والوظائف التي تقوم بها الكبد باختصار عايزة زود في الإجابة زود بقى لأنه يكتشفوا كذا وكذا وكذا وزود في الإجابة طيب لو عندي سؤال آخر لمرض السكري أثر سيء على صحة الإنسان وضح برضو بيجي لي سؤال بيكون من خلال الفقرة الموجودة اللي احنا قرناها طبعا مرض السكري له أثر سيء على صحة الإنسان بصفة عامة لأنه بيؤدي أولا إلى وفاة الكثير يعني أعداد مهولة هو بيعطل العمليات الحيوية التي يقوم بها الكبد بالتالي يؤثر على قدرة الإنسان على أداء العمل إذن هو بيأثر على صحة تأثير سيء ويؤدي إلى وفاة الكثير ما يقدر بنحو مليون وستمات ألف شخص في جميع أنحاء العالم ده وفقه طبعا الإحصائية التي قامت بها منظمة الصحة العالمية كانت في سنة ألفين وستوشر تقريبا طيب لو حبينا نشوف سؤال أخير على المقال دوت ما الأمل الذي ينتظره مرضى السكري؟ مرضى السكري ينتظرون أملا جديدا ومرتقبا حيث جريت التجارب على الفئران وأكدت وأثبتت أن هناك إنزيم جديد عندما تم حقنه لهذه الفئران تم مراقبة هذه الفئران ولوحظ تغيرا كبيرا في مستوى الصحة وبالتالي لو تم أو لو استخدم هذا العلاج الجديد لإنسان وهذا ما يأمله وينتظره الكثير من مرضى السكري بالفعل يكون فيه تغير كبير إذن بيأمل الباحثون أن يسمى اكتشاف إنزيم سموك وان في تصميم أدوية الساعة في التغلب على مرضى السكري من النوع الثاني وقال الباحثون عندما حقنوا الفئران فئران التجارب بهذا الإنزيم فإنه قوى من حساسيتها عزز الله قوى من حساسيته الأنسلين ومكن الفئران المصابة بمرضى السكري من السيطرة على نسبة السكر في الدم دون آثار جانبية شديدة كده إحنا خلصنا فقرة أو قطعة القراءة المتحررة القراءة المعلومتية طبعا واحد يقول لي طبعا إيه الصعوبة في كده ما فيش صعوبة ولا حاجة إحنا إذن الدنيا ماشي بالنسبة لنا أرينا ركزنا شوية طبعا هنا عشان الوقت أنا بقى عايز أدي أكبر قدر عشان أدي حلقة واحدة القراءة تغطي معايا شهر كامل ونتقل بعد كده النصوص والنحو والحاجات التانية فبالتالي أنا بجاوب بسرعة عشان أقدر أديك أكبر قدر من القراءة المتحررة هنتقل بعد ذلك إلى فقرة تانية أو قراءة متحررة جديدة وهستغل الموضوع دوت اللي هو موجود عندنا كان موجود عندنا في كتب القراءة درس كان بعنوان إعمال العقل طبعا بالنسبة لك هو جديد فأنا بستعمله كقراءة متحررة بدربك عليها ما هي القراءة المتحررة أنها عملي تدريب أدربك إزاي الأسئلة كيفية الأسئلة اللي بتيجي في الامتحان بالظبط نفس الطريقة كده استنتج دلل معنا الكلمة وخلاص في القراءة ده النظام بتاعنا في القراءة في النظام الجديد فتعالوا نشوفوا بقى إيه القراءة المتحررة تانية اللي هو يكون إعمال العقل وده الكاتب مشهور اسمه زاكي نجيب محمود ممكن يجيب لي إيه حاجة تانية ليه غير الفقرة اللي إحنا عندنا دلوقتي تعالوا نشوفوا فقرة اللي إحنا أجبها لكم بتقول إيه وهحط على بعض الأسئلة الفقرة بتقول إيه لقد قامت حضارات المسلمين كما قام غيرها على واقع وعلى علم بذلك الواقع وهو أمير المؤمنين الإمام علي بن أبي طالب وقد هم بالخروج للقتال فجاءه منجم يدعي القدرة على حساب الغيب ونصحه بأن لا يسير إلى القتال في تلك الساعة وبأن يجعل سيره على ثلاث ساعات مضين من النهار قائلا له إنك إن سرت في هذه الساعة أصابك وأصحابك أذن وضر شديد وإن سرت في الساعة التي أمرتك بها ظفرت وظهرت وأصبت ما طلبت فقرة صغيرة هي هبدأ أسأل عليها عادة تركز معي فيها هسألك أول حاجة على معنى كلمة يدعي وقد هم بالخروج للقتال فجاءه منجم يدعي فهل يدعي هنا هتكون بمعنى يصدق أم يزعم أم يساعد أم يرجو في الفقرة في سياق الجملة يصدق أم يزعم أم يساعد أم يرجو أعتقد أن معظم أبناء الطلبة والطالبات أجابهم على الإجابة الصحيحة اللي هي يزعم طيب تعال نشوف كمان سؤال تاني برضو هي بتيجي على الفقرة سؤال واحد معنا لكن أنا بأجيبت هنا سؤالين عشان إيه إزيادة تدريب يعني آخر ساطر بقول وإن سرت في الساعة التي أمرتك بها ظفرت وظهرت وأصبت ما طلبت هل يترى كلمة أصبت هنا هتكون بمعنى جرحت أو قتلت أو تمنيت أو حققت ها أصاب يعني أنت إذا سرت في هذه الساعة أصبت ما تريد فكلمة أصبت ما تريد هنا هتكون جرحت ولا قتلت ولا تمنيت أم حققت طبعا أعتقد برضو إن الإجابة سهلة والكل عرفها بس أنا إيه بقول هالكو أنه إيه حققت حققت طيب تعال أشوف سؤال تاني حدد مما يلي الفكرة الرئيسة للفقرة السابقة الفقرة اللي احنا قرناها هل هي بتتكلم عن أثر الحضارة الإسلامية في الشرق واحد يقول لي أيوة أقول له لا لماذا التصرع أصبر شوية شوف بيات الإجابات بيات استعانة الإمام علي بالمنجم قبل المعركة واحد يقول لي أيوة قل له أصبر شوية مهارة المنجم في إقناع الإم علي اعتماد الحضارة الإسلامية على العلم بالواقع لازم أرجع للقطع يا جماعة عشان أقدر أجاوب عن سؤال مثل هذا السؤال طبعا أنا لو عايز أوضحها لك أقول لك أصل الحضارة الإسلامية في الشرق هو الموضوع ما بيتكلمش عن أصل الحضارة الإسلامية في الشرق ولا حاجة ولا على أن الإمام علي استعانب المنجم ولا حاجة ولا مهارة الإمام المنجم في إقناع العالم ولكن هو اعتماد الحضارة الإسلامية على العلم بالواقع تعال شوف سؤال تاني ما الذي ادعاه المنجم وبما نصح الإمام علي ادعى المنجم إيه إحنا لو شفنا الفقرة ورجعناها تاني ونعرف أنه ادعى العلم بالغيب ادعى العلم قال له أنه بعرف لا يحدث ونصحه بعدم الخروج في هذه الساعة طبعا لو أنت شفت الفقرة قال له إيه إنك إن سرت في هذه الساعة أصابك وأصحابك أذن وضر شديد وإن سرت في الساعة التي أمرتك بها ظافرت يعني إذا ما تطلعش دلوقتي انتظر ثلاث ساعات ده جماعة كان منجمين يا جماعة بيدعوا العلم بالغيب إبا إذن نصحه بإيه إنه أن لا يخرج في هذه الساعة وأن ينتظر ثلاث ساعات طيب سؤال يجي لي بقى في أي قراءة يقول لي ما رأيك فيما ادعاه المنجم دلل على ما تقول إجابة هذه الأسئلة يا جماعة تكون عايزين عندنا إحنا ثقافة عامة إحنا بقى تكون أنت عندك قدرة على أن أنت تعبر عن رأيك بحرية بفكر راقي ومستنير المنجم جي لسيدنا علي بقول له ما تطلعش في التوقيت دوت لو طلعت هتنهزم سيدنا علي طبعا هنعرف بعد كده عمل إيه معاه إنت رأيك في الكلام المنجم بقوله إيه يعني واحد بقول لك أن أنت لو خرقت بعد مثلا سفرت النهار ده يحصل لك حديثة في الطريق هل الكلام دوت يعقل هو يعني في عرب يعرف الغيب طبعا أكيد لا لا يعلم الغيب إلا الله فأكيد رأيك تقول أنا لا أتفق مع ما ادعاه المنجم من كلام لماذا؟ لأنه لا يعلم الغيب إلا الله الله سبحانه وتعالى وحده يعلم الغيب ولا تدري نفس ماذا تكسب غداء وما تدري نفس بأي أرض تموت نحن نبدأ حاجة يسميها خمس مغيبات لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى طيب ده الفقرة الأولى تعالى نشوف فقرة تانية ونوضع عليها بعض الأسئلة برضو بالنظام الجديد الفقرة بتقول إيه فما كان من الإمام علي كرم الله وجهه إلا أن أعرض عن المنجم وأسأل في كلمة أعرض خلي بالك إلا أن أعرض عن المنجم بعد أن عنفه تعنيفا شديدا ومضى فيما كان ماضيا فيه وانتصر فقال لأصحابه ساعة النصر لو سرنا في الساعة التي حددها لنا المنجم وانتصرنا لقال الناس إن النصر إنما تحقق بفضل ذلك المنجم ونبوئته أما إنه ما كان لمحمد صلى الله عليه وسلم منجم ولا لنا بعده حتى فتح الله علينا بلاد كسر وقيصر ده رد سيدنا علي على المنجم تعالى شبا كلمة أعرض هل كلمة أعرض ما معنى كلمة أعرض هنا في هذه الفقرة أعرض عن المنجم فأعرض معناها أظهر أهانة انصرف انتقم واحد يقول لي فما كان منه إلا أم أعرض هيبقى كلمة أعرض انصرف نعم مش ممكن طبعا ولكن أعرض بمعنى إيه أظهر لا طبعا مش أظهر ولكن تبقى إيه انصرف يبقى إذن أظهر ما تنفعش أهانة ما تنفعش أما انصرف عن المنجم هي اللي صح انتقم ما تنفعش أيضا يبقى إن صرفا هي اللي جابة صواب تعالى شوف إيه حدد الفكرة الرئيسة للفكرة السابقة مما يلي عدم تحقق نبوة المنجم مهارة الإمام عليه تحقق النصر بلاغة الإمام عليه تبقى تظهر في خطبته موقف الإمام عليه من كلام المنجمين لو تسرعنا أخطأنا على مهلنا مش هنغرط عدم تحقق نبوة المنجم احنا لسه معرفناش آه واحد يقول لي طب هنعرفنا إنه ما تحققيتش طلع بس مش الهدف الرئيسي مش الفكرة الرئيسية دي طب مهارة الإمام عليه لأ برضو ما تكلمناش عن مهارة الإمام عليه في النصر هو انتصر آه لكن مش ده الفكرة الرئيسة لا طب بلاغة الإمام عليه لا ما خطبش ولا عمل حاجة ده كلمتين عديتين طيب هو الإجابة لقم ده هي الصواب موقف الإمام عليه من كلام المنجمين الفقرة الرئيسة بتقول لي كده عايزة تعرفني إن الإمام عليه عمل إيه مع المنجم بالفعل لو إردنا الفقرة هتلاقي إنه إيه الفقرة الرئيسة الفكرة الرئيسة لذي الفقرة موقف الإمام عليه من كلام المنجم إنه أعرض عنه ولم ينصت إليه ولم يستمع إليه السؤال اللي بعده حدد مما يلي علاقة لقال الناس بما قبلها هل هي نتيجة أم تفصيل أم تعليل أم توضيح لو حصل كذا كان الناس ألت كذا طبعا الإجابة معروفة هتكون الإجابة رقم ألف تعال شف كده فقال لأصحابي ساعة النصري لو سرنا في الساعات التي حددها لنا المنجم وانتصرنا إيه النتيجة؟ لقال الناس إيه إذن هي نتيجة لما قبلها طيب السؤال تاني حلو جميل القائد الماهر من يستغل الفرصة المناسبة لتقديم النصح دلل على ذلك من خلال الفقرة السابقة عايزك أنت ما تدلل عديك فرصة تجاوب معايا شوف كده الإجابة إيه سهلة إزاي سيدنا عايب بن أبي طالب المنجم لما قال له ما تخرجش في هذه الساعات انتظر ثلاث ساعات لو خرقتها تهزم هو أصر على الخروج وخرج وانتصر أول ما انتصر عمل إيه يا معايا بن أبي طالب جاب الجيش كلمهم على طول ما هو القائد المهر يا جماعة بيستغلد الفرصة المناسبة مش أي وقت تقدم فيه النصح النصح محتاج وقت مناسب فسيدنا علي أول ما انتصر الفرصة سانيحة هنا مهيئة هو جاب الجنود قال لهم يا جماعة فاكرين احنا المنجم قال لنا إيه ما تخرجوش دلوقتي لو خرقتها تهزم احنا انتصرنا هو فإذا لو احنا كنا سمعنا كلامه وأجلنا الخروج وانتصرنا كنا الناس كتا تقول إيه احنا انتصرنا عشان كلام المنجم لكن دلوقتي احنا انتصرنا هو توما سمعناش كلامه فعلم الناس علم الجيش درس مهم جدا في توقيت مناسب إذن القائد المهر في أي مجال من مجالات الحياة هو الذي ينتهز الفرصة المناسبة لتقديم النصح كما استغلها الأم علي بنبي طالب ساعة تحقق النصر فأنصط الجنود إليه وتعلموا درسا لن ينسوه طوال حياته ده بالنسبة لإجابة لإيه هذا السؤال طيب السؤال ممكن يجيلي السؤال تاني يقول لي إيه كذب المنجمون ولو صدفوا ده اللي من خلال فقرة السابقة على ذلك كذب المنجمون ولو صدفوا ما صدقوا ما مصدقوش لو صدفت معهم مرة يعني بالفعل طيب لو كذب المنجمون قال له ما تخرجش في هذه الساعة سيدنا علي أصرع الخرج وخرج وانتصر لو كان سيدنا علي سمع كلامه هاقول لك هاو انتصر هاقول لك احنا انتصرنا بفضل كلام المنجم ممكن تبقى صدفة معاه ولذلك يا جماعة إياكم وتصديق من يدعون علم الغيب إياكم والذهاب إليهم لأن هؤلاء المنجمون هؤلاء هؤلاء لأن هؤلاء المنجمين أو مدعي العلم بالغيب كاذبون لا يعلم الغيب إلا الله سبحانه وتعالى فممكن تصدف معاه مرة يقول لك كلام يحصل كذا كذا تجيل صدفة فلكنهم كاذبون هنا عندنا قاعدة معروفة في مغيبات خمس لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى ومن ذهب إلى منجم لو مدعي العلم بالغيب وصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم فمنفعش أن نحن نزل للمنجمين أو مدعي العلم بالغيب إذن كذا المنجمون ولو صدفوا وبالفعل يعني حديث النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو لو من ذهب إلى من ذهب إلى عراف ده الحديث كده يعني إيه متن الحديث فصدقه ما أنت ممكن تروح لواحد مع حد وما تصدقه ما تروحش معاه آه فإنت ذهبت من ذهب إلى عراف أو حتى ورضه الساحر ورضه جماعة من ذهب إلى عراف فصدقه فقد إيه فيه رواية بتقول لا تقبل صلاته لا تقبل آه وزهب إليه مثلا وسأله وصدقه فقد كفر أو لا تقبل صلاته أربعين يوما بالفعل لا تقبل صلاته أربعين يوما طيب إيبه من ذهب إلى من ذهب إلى ساحر أو عراف وسأله وسأله فقد كفر بمنزل على محمد ورواية تانية إيه لا تقبل صلاته أربعين ولن تقبل صلاته أربعين يوما طبعا احنا ايه لازم نبقى ايه عندنا الفكرة دي وقدرنا كويس ومتأكدين منها طيب نشوف فقرة تانية عشان نضع عليها بعض الايه بعض الاسئلة الفقرة بتقول انه لمن اعجب ما يلفت النظرة في طبيعة الانسان ان الناس اذا اختلف بعضهم مع بعض على شيء تولاه العقل بالتحليل والحساب لم يغضب احد منهم من احد بل انهم لا يراجعون تحليلهم وحسابهم مرة اخرى حتى يزعن المخطئ للمصيب حتى يزعن المخطئ للمصيب اما اذا اختلفوا على شيء في غير ميدان العقل شيء تولته العواطف والاهواء فلا امل عندئذ في اقناع او اقتناع وقد تمتد بينهم الخصومة الى حد القتال فكأنما يسهل عليهم ان يتنازلوا عن الرأي الذي يرونه بعقولهم ولا يسهل عليهم ان يفرطوا في ميل مالت بهم اليه عواطفهم مع ان رؤية العقل هي مجال اليقين واما ميل العاطفة فطريق معبئ بالضباب الفقرة دي عايزين نشوف عليها اول سؤال تخير مما يلي المراد بكلمة يلفت في سياق الفقرة السابقة يطرى كلمة النوم يلفت النظر يجذب النظر ولا يقوي النظر ولا يحول النظر ولا يخضع النظر اعتقد كلكم وعرفتوا الاجابة اللي في الاول اللي هي تكون ايه انه لمن اعجب ما يلفت النظر يبقى يلفت النظر اللي هو ايه يجذب النظر عايزين اخرى بالمرة كلمة يزعن اللي في التحت حتى يزعن يبقى يلفت هيبقى يجذب طب يزعن المخطئ للمصيب يطرى يزعن يبقى بمعنى ايه تعالوا نشوف الاول اجابة بتاعته يلفت اللي هي يجذب وبعدها نحط السؤال حتى يزعن المخطئ للمصيب فهل يزعن بمعنى ينصط اه واحد يقولك ممكن طب يبرهن يعني بعيدة طب يعترف لا يخضع ممكن الاجابة الصحية جماعا لا يخضع حتى يزعن المخطئ للمصيب الانسان لما يغلط لازم يعترف لازم هنا طب يعترف واحد يقولي صح لا هنا يخضع يخضع ليه يسلم ليه طالما انت على خطأ خلاص بين الخضوع هو الاقوى في هذه الحالة اه الاجابة الصحيحة ايه يخضع يخضع تعال نشوف سؤال تاني وخلي السؤال ده للحلقة حدد مما يلي الفكرة الرئيسة للفقرة السابقة هل الفقرة احنا نقرناها من شوية موقف الناس عند الاختلاف في امر من امور العقل والهوى ام رقم باء رؤية العقل صائبة يعني رؤية العقل دي بتيبقى صحة دايما ام آفة الرأي الهوى اللي هو الحب والعاطفة يعني ام صراع الناس من اجل الانتصار لرأيهم السؤال هذه الحلقة هيكون الف ام باء ام جيم ام دال تعال اشوف الفقرة تاني الفقرة اللي هتكون موجودة عندك شوف اراها مرة وتبدأ تجاوب السؤال هتشوف الاجابة بتاعتك هتبقى ايه طيب ارناها هيت موجودة انتظر منكم ايه الاجابات بعد كده تعال اشوف ما موقف الناس عند الاختلاف في امر من امور العقل اذا اختلف الناس مع بعضهم في امر من امور العقل فانهم يراجعون انفسهم بالتحليل يعني اختلفنا في حزبة معينة مثلا في بنحسب حزبة ونضرب اعداد معينة اختلفنا واحد يقولك ده طلعت ايه خمسمائة وستواشر ثاني خمسمائة وعشرين بنبدأ ن ايه نقتنع وناخد وندم بعض في الكلام ونوصل للحقيقة لكن للأسف عندما نختلف في امر من امور الهوى والعاطفة لا يقتنع احد بكلام الاخر وده طبعا عيب خطير فينا المفترض ان يكون عندي قناعة شخصية خدها دي كويس تقول عن نفسك ايه رأيي صواب يحتمل الخطأ ورأيه غيري خطأ يحتمل الصواب مش معظم الناس يقولك ان رأيي صواب لا يحتمل الخطأ رأيي غيري خطأ لا يحتمل الصواب ده ما ينفعش المفترض ان انا دايما حتى مهما قتيت من العلم اقول ان انا شايف نفسي صحي ماشي بس دايما عندي مساحة كافية ان انا اقبل رأيي الاخر رأيي صواب يحتمل الخطأ رأي غير لو مخالف ليا خطأ بالنسبة لي لكن حط برضو احتمالية ان يكون رأي يحتمل الصواب اذا موقف الناس عندما يختلفون في امر منمور العقل يراجعون انفسهم بالتحليل والحساب حتى يتوصلوا للصواب ويزعن المخطئ للمصيب طيب لكن لو في امر منمور الهواء ماذا يحدث عند الاختلاف في امر منمور الاهواء والعواطف للأسف اللي بيحدث بينهم الخلاف وعدم قابل الرأي الاخر وما يكونش فيه لا اقناع ولا اقتناع ويصل الى مرحلة الخصومة وطبعا ده مش مطلوب اقول لك مثال صغير مثلا في واحد بعض الناس شجع فريق ابيض والتاني فريق احمر مثلا ويختلفوا مع بعض انت شاف ان ده اللي صح والتاني شاف ان هو اللي صح وممكن يوصلوا للخصومة مع بعض ليه ده عملية هوى ده انت ممكن النهاردة الله سبحانه وتعالى يقلب القلوب قلوب العبادة بين اصبعين من اصابيع الرحمن يقلبهما كيف ما شاء فالنهاردة ممكن تكون بتحب شيء بعد كده تكرهه والعكس صحيح فاذا يجب ان نقبل الرأي الاخر وخاصة في امور الايه الامور الاهواء والعواطف طب ماذا نستفيد من ده كله بقى عم نختلاف الناس في حالة العقل عنا في حالة العواطف احنا نستفيد ايه جماعة المفترض ان احنا نبقى عارفين طالما ان اذا كان رأي العقل بيقبل بنقبل الرأي بنختلف مع بعض في امور عقلانية ونرجى بعضنا فامور الهواء لانه الهواء بيضل الانسان حتى يقولك افة الرأي الهواء سلما يكون بيحب شيء ممكن يغلط طالما بيحبه ما بيشوفش الخطأ اللي فيه فالمفترض ان احنا نقبل الاراء الاخرى ولان طريق العاطفة معبأ بالضباب غير واضح المعالم فبعرف طالما انا لي رأي معين والهواء بيسقني اليه انما اقبل الرأي الاخر ولا اختلف مع احد اقبل رأيه اقبل رأيه ما يكونش فيه خصومة ولا فيه عدم اقتناع ده المفترض نتعلمين تعال نروح نشوف نذهب الى فقرة جديدة نضع عليها بعض الاسئلة الفقرة بتقول ايه على انه لا جدوى من ان نردد كلمة العقل بألسنتنا دون ان نعني بها كل ما تعنيه تلك الكلمة او ما يجب ان تعنيه اذا العقل اخر الامر هو التخطيط المدروس ولا يكون للتخطيط المدروس معناه الا ان يكون هناك اهداف واضحة مقصودة وان يكون هناك مسح احصائي للواقع كما هو قائم ثم يجيء ذلك التخطيط المدروس الذي هو عقل فيطوع هذا الواقع الذي رسمته لنا البحوث الاحصائية تطويعا يحقق تلك الاهداف التي قصدنا الى تحقيقها على انه لا جدوى خلي بالك من كلمة جدوى هاسأل فا بعد كده كلمة جدوى عايزين نعرف معناها على انه لا جدوى هتب جدية ولا قيمة ولا فائدة ولا ضرر ولا زيادة طبعا على انه لا جدوى جدية اه ده فيها جيب يبقى هي صح بعض الناس تعمل كده اقولك لا على انه لا جدوى بمعنى ايه فائدة برقم باء هي الاجابة الصحيحة على انه لا جدوى من ان نردد كلمة العقل بقال سنتينة دون ان نعني بقى كل ما تعنيتك الكلمة او ما يجب ان تعنيه از العقل اخر الامر هو التخطيط المدروس احنا جاوبنا على جدوى تعالا نشوف بقى كلمة هو التخطيط المدروس بما قبلها هل هي هتكون اه اجمال ولا تفصيل ولا تفسير ولا ايه ما اعرفش تعالي شكرا الدنيا ماشي يزامي انا هي تأكيد ام تفسير ام تعليل ام نتيجة طبعا اه الاجابة الصواب هتكون ايه ايوة اذا اسمح حد لنبني الطلبة تأكيد لا امش تأكيد اقمالتي ببقى ايه تفسير ايوة تفسير بالفعل لان لما نقول او ما يجب ان تعنيه اذا العقل اخر الامر ايه هو ايه هو العقل فالصار للموضوع دوة التخطيط المدروس اذا هي علاقة ايه تفسير لما قبله طيب دلل من خلال الفقرة على ان العقل هو التخطيط المدروس الفقرة اللي عندنا بتقول ان لازم يكون فيه اهداف واضحة في مسحي اعصائل هذا الواقع وبالتالي اننا لو عملت كده هطوع هذا الواقع لتحقيق الاهداف المبتغى او الاهداف المقصودة موجودة في الفقرة وسؤال كان واضح وسهل فيش ايه مشاكل طيب نشوف على ما يعتمد التخطيط المدروس ده بصفة عامة في حياتك انت اليومية في حياتك العادية حياتك اليومية لو انت عايز توصل الى هدف معين لابد ان تعمل مسحي اعصائي مسحي اعصائي للواقع بتحط الاول هدف نصب عينيك او هدف نصب عينيك تبدأ تطوع هذه الاهداف بعد ما تعمل مسحي اعصائي لها بتجي بعد كده العقل بقى ايه بيطوع هذه الاهداف ويشوف الخطوات اللي احنا هنعملها ايه البحاس اللي احنا هنعملها عشان نبدأ نحقق هذه الاهداف ايه با اذا التقطة المدروسة يا جماعة بيعتمد على وجود اهداف مدروسة وابحاث معينة ويأتي العقل يطوع هذه الاهداف لتحقيقها في الواقع بعد ذلك طبعا بعد كده هنذهب الى فقرة جديدة نحط عليها برضو بعض الايه بعض الاسئلة الفقرة بتقول ايه انه اذا قيل لنا اين نقطة البدء التي بدأ منها تقدمنا في هذا العصر لكان الجواب الصحيح هو كانت البداية حين دعا الدعاء الى صحوة العقل في وجه الموجة العاتية التي غمرتنا بطوفانها فانها من خرافات وما الخرافة هي قبل كل شيء وبعد كل شيء ربط المسببات بغير اسبابها اقول ان تقدمنا ان تقدمنا قد بدأ عندما دعت داعونا الى يقظة العقل لترتبط النتائج باسبابها الصحيحة انا مش عايز نفسي اسأل في النحو بس عشان المعنى عشان تفهم الفقرة هجعلها هحط على شهة اسئلة حيوين فبالتالي سيبها قدامك هو ابدأ افهمها هردت عشان هتابع لسه كمان لا تكمله وكان من ابرز هؤلاء الداعين الى حكم العقل هو امامنا الشيخ محمد عبد الذي اذا طرحت من حصيلته تلك الدعوة الى تحكيم العقل لم يبق منه الا واحد كسائر الاحاد فلقد اخذ بكل جهده يوضح المبادئ الاساسية في الاسلام توضيحا يبين استنادها الى منطق العقل فجعل الاصل الاهم لهذا الدين هو النظر العقلي وعنده ان النظر العقلي هو وحده وسيلة الايمان الصحيح فقرة كبيرة شوية نعارف بس يعني ايه سهلة تعال شوف برضو الاسئلة اللي احنا ايه هنبدأ نسألها تخير مما يلي معنى كلمة العاتية المرتفعة ام القاسية ام الشديدة ام الضخمة المرتفعة القاسية الشديدة الضخمة لو حابا نرجع للفقرة تاني تعالى العاتية في السطر الرابع حين دعت دعاء الى صحوة العقل في وجه الموجة العاتية فكلمة العاتية بمعنىها الضخمة واحد يقولي طب ما تنفع الضخمة وتنفع القوية وتنفع الشديدة لكن لو انت سألت نفسك كده لما بتروح مثلا في البحر وتشوف موجة فالموجة وهنا في السياق يعني هنا بيتكلم احنا امت بدأ تقدمنا في العصر الحديث حين دعت دعاء الى صحوة العقل في وجه الموجة العاتية التي غمرتنا بطفانها لان كان فيه فترة من الفترات تخلفة فيها العرب بسبب الخرافات البعد عن الاخذ بأسباب العلم الحديث فكان فيه موجة جديدة مش موجة ضخمة بقى يبقى كان فيه موجة جديدة ضد ان احنا ناخد بأسباب العلم بدأنا نتعود على ان احنا يكون عندنا طبعا ايه يكون عندنا دجل وشعوزة وخرافات فبالتالي المفترض ان احنا بدأ التقدم لما اهملنا الخرافات وبدأنا ناخد بأسباب العلم إذن العاتية بمعنى الشديدة الإجابة الصواب تعال نشوف سؤال تاني حدد مما يلي علاقة هي قبل كل شيء ربط الأسباب بغير مسببتها يطرى توضيح ولا إجمال ولا نتيجة ولا تفصيل بعد إجمال الإجابة الصحيحة هي ربط إيه الخرافات وإيه الموضوع دوت يعني خرافة هي قبل كل شيء ربط الأسباب بغير مسببتها يبقى أنا مش عارف الخرافة يعني إيه يبقى إذا لو حبيت إن أنا أفهم يبقى مش أقوليش إجمال بعد تفصيل ولا نتيجة ولكن هي توضيح هي بتوضح لي المقصود بالخرافة اللي هي كذا كذا يبقى إيه توضيح لما قبلها طبعا وما الخرافة هيت قدامك هيت عشان تعرف الفرق فيه وقت الطلب يسألني يعني ايه نتيجة يعني ايه توضيح تعليل يعني يبقى لك وما الخرافة وضحها لي كذا هي قبل كل شيء كذا 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 يبقى بوضح العملية يقوله داما هو علاقة كذا هي توضيح حدد الفكرة الرئيسة للفكرة السابقة مما يلي دور دور محمد عبده في النهضة الحديثة هل هو كان هنا بيتكلم عن دور محمد علي في النهضة الحديثة وحدي يقول لي ممكن صحوة العقل أساس النهضة الحديثة ممكن خطورة الخرافات برضو ممكن محاربة محمد عبده الخرافات هيقول لي ممكن واحد دام تقول لي كله كده ممكن 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 هتجاوب ازاي احنا عايزينا جماعا يعني ايه كلمة فكرة رئيسة لما يجيلي السؤال دوت لازم اخد بالي ان الوضع السؤال عايز يقولك انت متاخدش فيه افكار الفقرة اللي عندك فيه فكرة حاجة اسمها فكرة رئيسة وفيه افكار سانوية تندرك تحتها كل الافكار اللي جبت لك دلوقتي موجودة في الفقرة اللي قدامك لكن فيهم فكرة واحدة رئيسة اللي هي الرئيسية اللي هي مضمونها كلها بتكلم عليها لكن بالفعل موجودة عن دور محمد عبده لا انا ما تكلمش عن دور محمد عبده في النهضة هو محمد عبده اه عالي من دون العلماء اللي اخدوا باسباب العلم الحديث ودعي لنبذ الخرافات ماشي ايه بايزا الفقرة ما بتتكلمش عن محمد عبده دي حاجة سانوية طب لما يجي يقول لي محاربة محمد عبده للخرافة هل يا طرى محمد عبده كان بحارب الخرافات حتى لو كان بحارب دي مش الفكرة الرئيسة اللي موجودة عندنا يا جماعة المفترض ان انا بجيب بالفكرة الايه الفكرة الرئيسة اللي عندي طيب خطورة الخرافات واحد يقول لي طب ما انت بتكلم من الخرافات لا خطورتها وهي سبب تأخرنا ماشي بس مش ده سبب الرئيس يا جماعة طيب املي بايه صحوة العقل اساس النهضة الحديثة اكيد اكيد والسؤال دوت الاجابة كده لان دي الفكرة الرئيسة ان احنا متى بدأ تقدمنا العلمين لو انت بسيط فعلا كده على حبيت اجدك الفقرة تاني قدامك اقول لك انه ازاقنا اين نقطة البدئي التي بدأ منها تقدمنا في هذا العصر لكان الجواب الصحيح هي كانت البداية حين دعت دعاء الى صحوة العقل يبا ازا الفكرة الرئيسة للفقرة هي صحوة الايه صحوة العقل اساس النهضة الحديثة يبا احنا عايزين نعرف نطلع الفكرة الرئيسة للفقرة وليست الفكرة الثانوية للفقرة يبا الاجابة هتكون صحوة العقل اساس النهضة الحديثة رقم بيع طيب بما تميزت دعوة الشيخ محمد عبده بما تميزت دعوة الشيخ محمد عبد طبعا الشيخ محمد عبد كان لي يا جماعة دعوة خاصة هو دعا إلى إعمال العقل طبعا واحد يقول لي لو أنا قدام الفقرة هجيبها هتجيبها سهلة جدا تميزت دعوة الشيخ محمد عبد بالتركيز على المدى الأسياف الإسلام والتأكيد على استنادها إلى منطق العقل موجودة في الفقرة فجعل الأصل الأهم لهذا الدين هو النظر العقلي وعنده أن النظر العقلي هو وحده وسيلة الإيمان الصحيح طيب لو الإيمان محمد عبده حزفنا منه أنه أعمال العقل أصبح واحدا كسائر الأحد يعني بما يتميز الإيمان محمد عبده عن بقية علماء الأزر في ذلك التوقيت أن الإيمان محمد عبده ودعا إلى أعمال العقل لو إحنا حزفنا منه شلنا منه هذه الجزئية أصبح محمد عبده كان يبقى فرد عادي كان يبقى شيخ عادي مش هيبقى عالم له قدوره في النهضة الحديثة طب لما يجيلي السؤال بقى السؤال اللي هو إيه حتى عودنا عليه قلناه مرة أبلي كده في الأول من شوية ماذا يستفيد الطالب من إعمال العقل لما يقولك ما رأيك حاجة عايز يشوفك أنت بتفهم ولا ما فهمتش استفدت ولا ما استفدتش ماذا يستفيد الطالب من إعمال العقل أنت لو أنت عاد معادي الوقت بتسمعني ومش مركز أو بتقرأ في موضوع القراءة ومش مركز يبقى مش تفهم حاجة إحنا محتاجين إعمال العقل يعني إعمال العقل إننا أمشي مش وراء خرافات إننا أتواكل لازم أخذ بالأسباب عايز ليه هدف معين النجاح بتفوق فده هدف عالي لازم أبدأ حط يعني وسيلة أو وسائل للوصول إلى هذا الهدف بخطط تقطيط مدروس أعمل العقل لكن أعتمد بقى على العرفين والدجالين والسحر والشعوزة ده ما ينفعش يبقى إذن يستفيد الطالب من إعمال عقله أنه يستطيع أن يحقق أهدافه المبتغى أو المرجوة إذا أعمل عقله ولن يضل الطريق طالما أنه أعمل العقل فيستطيع بالتالي أن يدخل فيه غمار أي مشكلة ويتخلص منها يضل يحل أي مشكلة يتعرض له من مشاكل كثيرة في حياتك سواء أنت كل ما تكبرت لي في مشاكل تقدر تحلها إمتى لو أعملت العقل إذا باختصار إذا أعمل الطالب وعقله استطاع التغلب على كل المشكلات التي تواجه في حياته واستطاع أن يحقق أهدافه التي يضعها كي يصل إليها بسهولة طيب لو حبينا نطلع من الدرس دوت كله أو المقالة ننحو أن نلت من شوية بدروس ما الدروس المستفادة من قراءتنا لهذا المقال لأننا قلناه في الآخر المقالة التانية دوت اللي هو إعمال العقل أول حاجة إعمال العقل أول حاجة على طول أنا استفدت النهاردة أننا مش هروح لدجال ويعرف ولا مش عوز أولا لأنه حرام لا تقبل صلاته وأنه هب يعني قد كفى من نزل على محمد صلى الله عليه وسلم طالما صدقه زي بالسحر ودجاله صدقه حاجة التانية أن لا يعلم الغيبة إلا الله الحاجة التالت لازم نحط أهداف لنفسي الحاجة الرابعة أن أنا لازم يكون عندي أهداف واضحة وأعمل العقل كي يقصل إليها إيبا إذا نستطيع أن نلخص الكلام دوت باختصار وقول إن أنا أول حاجة أستفيد من موضوع دوت أحكم عقلي في كل الأمور تحكيم العقل البعد عن الكذب والتخرصات وعدم الزابل الدجالين الاعتماد على الله سبحانه وتعالى الأغذب الأسباب والاستفادة من تجارب الآخرين البعد عن الخرافات والشعوزة وضع الأهداف النبيلة اتخاذ الوسائل الشريفة لتحقيق تلك الأهداف أهم حاجة في الآخر أن نحن قلنا إعمل العقل طيب بعد ما قرأنا الموضوع دوت واستفدنا منه الاستفادة هذه الاستفادات هل نستطيع وده لما سؤال لما يجيلي ساعات في أي مقال يقول لي ما السمات التي تميز بها أستوب الكاتب يعني أي مقال هيجيلك سواء قراءة متحررة معلومتية أو أدبية قد يسألك في هذا السؤال ما سمات أسلوب الكاتب طبعاً اختلف من مقال علمي إلى أدبي أو قراءة معلومتية إلى أدبية يعني فيه حاجات بعض الناس يقول لك احنا منحفظ حاجات لا معدش فيه زمن الحفظ انتهى خلاص تفاقنا يا جماعة لازم يكون فيه فهمة يعني أنا عايز أفهم بعض الأمور كلها لازم أفهمها عشان أدري أجاوب فلو المقال احنا أرانا من شوي هللاقي فيه ترتيب في الفكر ولا ما فيش ترتيب نعم فيه ترتيب كل فكرة توصلك إلى التي تليها ألفاظ سهلة ووضحة آه ممكن تقول لسلوة الألفاظ لأن الألفاظ اللغة العربية اللي موجودة ما كانش في حاجة صعبة إيه بسلوة الألفاظ ممكن تجيبها في كل معظم المقالات هاته هاته ما فيش مشاكل آآ ترتيب الفكر اللي كنت قولوا على الأفكار زمان ترتيب الفكر وتسلسلها أحيانا الكاتب بيستعمل بعض الصور الخيالية وخاصة في الأدبية قطع الأدبية يستعمل بعض الصور الأدبية لتوضيح المعنى فلو أنا عندي قطعة معلومتية زي اللي أخدناها في الأول بتاعت مرض السكري اللي ما فيهاش لكن لو عندي قطعة أدبية ممكن تزود عندك تقول إيه استعمال بعض الصور الخيالية لتوضيح المعنى طب لو قطعة معلومتية تقول دقة الألفاظ إن الألفاظ دقيقة ووضح ووضع الحقاق العلمية يبنى عملت ديك إجابات عامة عشان تقدر تجاوب على أي سؤال لكن في المقال بتاعنا دوت لو حبينا نحط إجابة نموذجية لهذا السؤال هتقول يعالج القضايا جميع القضايا العلمية والإنسانية المقالة التي أرناها لو بتعمل العقل بيعرض أفكاره العلمية بطريقة سهلة وواضحة دقة الألفاظ ترتيب الفكر وتسلسلها إذن خفض بعض المصطلحات العلمية باستعمال بعض الألفاظ الخيالية إحنا بكده بنكون الحمد لله انتهينا من قطعتين قراءة متحررة العملية السهلة والصعبة محتاج منك إنها تقرأ كثيرا تحاول تفهم بعض معاني الكلمات في أي قطع هتجيلك سواء قطع معلوماتية أو أدبية إن شاء الله أسئل إنتا مش هتخرج عنه إحنا قلناه معنى كلمة استنتج وضح دلل ماسي ما تسلوب الكاتب بالتالي إحنا محتاجين نقرأ كثيرا ونبدأ نتدرب مع بعضنا إن شاء الله في آخر العامة تكون الإجابات سهلة إن شاء الله وكلكم إن شاء الله تجيبوا درجة نهاية في القراءة في نهاية هذه الحلقة أنا منتظر إجاباتكم إن شاء الله للسؤال اللي أنا وضعته وحتى نلتقي مرة أخرى لكم مني مني كل الدعاء بأن يوفقكم الله وأن يحفظكم الله وأن يرعاكم وأن يرعى مصر وأهل مصر جميعا وأن يبعد عننا وعن كل المصرميين بل كل العالم هذا الابتلاء وهذا الأزى الذي أوزين منه كثيرا الله نسأل أن يوفقنا دائما إلى طاعته وإلى النجاح والتوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته